مرض الزهري والتهاب الغدد اللينفاوية بعد ذلك تظهر المرحلة الثالثة والأخيرة بعد مرحلة الكمون والتي هي مرحلة المضاعفات المرض يصيب المخ ويؤدي إلى التهابات في المخ وفي الأخشاء المغطية للمخ وبالتالي هذا الشاب معرض في جنون أو مشاكل في المش نتيجة التهاب في النخاع الشوكي أيضا يمكن أن يحدث أزمات قلبية نتيجة التهابات في الشرايين القلبية أو في شريان الأورطة كل هذه المضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم يأخذ العلاج المناسب له في الوقت المناسب كلما عالجنا مرض الزهري مبكرا، كلما كانت النتائج ممتازة مرض الزهري من ضمن الأمراض التي لها علاج لأنها بكتيريا وبالتالي بقدر الإمكان نحضر الشباب ويجب أن تكون لابس واقعاً أثناء هذه العلاقات الجنسية الخطرة نوعي الشباب مهم جداً جداً أن لو أخذت علاج، يجب أن الشريك أيضاً يأخذ العلاج لأنك ممكن أن تتعادي مرة أخرى لأن هذا مرض الزهري لا يوجد مناعة مستمرة بعد العلاج، ممكن أن تتعادي مرة أخرى من الشريك وبالتالي، أنتم الاثنين يجب أن تأخذوا العلاج